بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بتواجدي من خلال هذا الدرس معكم الأساد محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى سيكون حديثنا موجه للصف الثاني التأهيلي الفصل الدراسي الثالث وعنوان الدرس تحريم الغش تعريمات هامة أولا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال من المهم جدا أن نختار مكان مناسب للتعلم يعني بعيد عن كل شيء يشغلني على الدرس صوات مرتفعة أجهزة كترونية مثل الأيباد والجوال والتلفاز والألعاب كذلك المختلفة تكون بعيدة عني القلم مهم جدا يكون معك الكتاب موجود معك حتى تستطيع متابعة حل أنشطة هذا الدرس ومتابعة عناصر الدرس كذلك التي نستعرضها في الأخير لا ننسى يا أبطال متابعة هذا الدرس حتى الوصول إلى نهاية حتى الوصول إلى نهاية هذا الدرس نستمر في المتابعة اتفقنا إذن لنبدأ على بركة الله نتأكد من غلاف الكتاب لدينا كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الثاني التأهيلي الهدف العام معرفة تحريم الغش الأهداف الخاصة أن يستمع الطالب والطالبة إلى الحديث بشكل صحيح أن يذكر الطالب والطالبة معاني الكلمات بشكل صحيح أن يطبق الطالب والطالبة ما تعلمهم بشكل صحيح الدرس الرابع والعشرون لدينا تحريم الغش إذا لم يكن لديك الكتاب بالإمكان عبر كاميرا الجوال تصوير هذا البركود يتوجه بك مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي والذي نتحدث فيه عن تحريم الغش نستمع إلى الحديث سويا يا أبطال ولا تنسوا أن تصلوا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني إذن يا أبطال نلاحظ في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبعد عنه من غش من غشة فليس مني يعني لا أكون من المقربين ومن من حول النبي عليه الصلاة والسلام والذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقة أحاول أن أقترب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأخلاق ومثل هذه العبادات ولكن هناك بعض الأفعال كذلك تبعدني عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنها الغش مثل الرسول عليه الصلاة والسلام مر بجانب بائع يبيع بعض الطعام فانتبه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضع الطعام الفاسد في الأسفل وفي الأعلى الطعام الطعام اللذيذ والطيب فلا ينتبه يعني اللي يمر ما ينتبه اللي يشوف هذه البضاعة يريد شراءها لا يعلم أن هناك في الأسفل بلل أو أن هناك طعام فاسد وغير مناسب في الأسفل فيقوم بشرائها على أنها بالكامل سليمة وطيبة إذن بهذه الحالة هو غش المشتري يجب علي أن أبين كل هذه السلعة وما فيها إذن دائما نحاول أن نتجنب ما نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام ومنها ما ذكر في هذا الحديث نقرأه مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني معاني الكلمات الكلمة صبرة طعام أي كومة طعام أصابته السماء أي نزل عليه المطر فليس مني فليس على طريقتي وسنتي أي فليس على طريقتي وسنتي إذن هذا الطعام تبين لنا أن نقصد فيه كومة طعام والذي يغش وليس على طريقة وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الحديث يدعونا إلى دين الإسلام يجب عليك أن يكون كسبك حلالا يجب عليك أن يكون كسبك حلالا فالكسب الحرام يؤثر في سمعة صاحبه ويعرضه للعقاب في الدنيا والآخرة الغش في البيع والشراء من أمثلة الكسب الحرام إذن دائما أحرص على أن يكون كسبي حلال أو حرام لا إذا كنت أشتغل أو أعمل أي عمل يجب أن يكون فيما أحى الله سبحانه وتعالى لأنه سيعرضني للعقوبة في الآخرة فيجب علي دائما أن أحرص على أن يكون هذا الكسب الذي أكسبه هو من الكسب الحلال الذي ليس فيه غش في البيع والشراء من أمثلة الكسب الحرام الحديث يدعونا إلى من أمثلة الغش في البيع المنتشر عند بعض الناس أن يبيع السلعة المقلدة على أنها من النوع الأصلي يعني يقوم ببيع أي لعبة يتحكم مثلا لبعض الألعاب بعض الجوالات بعض الأجهزة فيبيعها على أنها أصلية ولكن هي ليست أصلية إنما مقلدة فقط الشكل يشبه الأصلي لكن هي بالأخير مقلدة وغير أصلية بالتالي هي لا تستحق القيمة التي أنا قمت بدفعها يعني إذا كان لدي قطعة في الأساس هي تعادل 20 ريال إذا كانت هذه القطعة أصلية تعادل 20 ريال بعض الأشخاص يقوم بتقليد هذه القطعة وعرضها للبيع ويبيعها بنفس السعر ب20 ريال يجب عليه حتى إذا كان شخص يريد أن يبيع يجب عليه أن يبين وأن هذه ليست أصلية وأن سعرها مختلف وجودتها وجودتها دائما مختلفة لكي لا أغش الآخرين في البيع في البيع والشراء من مضر يتفشي الغش على الفرد والمجتمع انتشار البغضاء والكراهية انتشار البغضاء والكراهية يعني أنا لو عرفت إن شخص قام بغشي أو باع عليه شيء وقام بغشي أكيد أنا أكون مبسوط وقعد أضحك لأن هذا الشخص قام بغشي لا بالتأكيد أنا سأغضب ويكون بينه بين هذا الشخص مشاكل بسبب أنه غشني في عملية البيع إذن فالغش يسبب هذه المشاكل والبغضاء التي تكون بين الأشخاص ما يستفاد من الحديث أبيع وأشتري بصدق وأمانة بصدق وأمانة أبتعد عن الغش في كل تعاملاتي أبتعد عن الغش في كل تعاملاتي ثالثاً أنصح الذين يغشون وأنبههم إلى خطورة الغش وسوء عاقبتها إذن أنا في البداية يجب علي أن أبيع وأشتري بصدق وأمانة وإذا كنت أبيع وأشتري تحلى بالصدق إذا رأيت شخص كذلك يقوم بالغش فأني يجب علي أن أنصحه وأقوم بتوجيهه وأبين له أن هذا الفعل خاطئ وأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منه أشد تحذير ويجب علينا الابتعاد عنه وتجنب هذا الفعل النشاط الأول لدينا من خلال ما تعلمنا أريد منك أن تقوم برسم خط تحت الإجابة الصحيحة ومساعدتي في حل هذه الأنشطة معنى صبرة طعام أي صندوق أو كومة طعام من خلال ما تعلمنا هل هي صندوق أو كومة طعام أريد منك مساعدتي في اختيار الإجابة الصحيحة أحسنتم هي كومة طعام معنى أصابته السماء يعني نزل عليه المطر أو سقط في التراب من خلال ما تعلمنا وبينا أن معنى أصابته السماء أحسنتم بارك الله فيكم أي نزل عليه المطر النشاط الثاني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الغش هل هذه العبارة صحيحة أو خاطئة؟ في الدرس الذي تعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الغش هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم هذه العبارة صحيحة العبارة التالية عندما أغش في البيع والشراء فإن كسبي يكون حلالاً هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ هل سنتم بالتأكيد؟ هذه العبارة خاطئة لأن كسبي سيكون حراماً الغش في البيع والشراء من أمثلة الكسب الحرام أو المباحة أو هذه العبارة ما رأيكم فيها؟ هل هي صحيحة أم خاطئة؟ هل أغش في البيع والشراء هو من أمثلة الكسب الحرام؟ أحسنتم هذه العبارة صحيحة من مضار تفشي الغش على الفرد والمجتمع انتشار المحبة والألفة الناس تكون تحب بعض إذا كان هناك غش بين أفراد المجتمع بالتأكيد هذه العبارة خاطئة على العكس هي تنشر البغضاء بين أفراد المجتمع النشاط الثالث لدي أعد كتابة العبارة الآتية دين الإسلام يجب عليك أن يكون كسبك حلالاً فالكسب الحرام يؤثر في سمعة صاحبه ويعرضه للعقاب في الدنيا والآخرة يعرضه للعقاب في الدنيا والآخرة الآن قم بكتابة هذه العبارة أولاً فوق هذه الكلمات المضللة ثم بعد ذلك قم بكتابتها في الأسفل قم بإيقاف المقطع وإكمال العبارة حتى الوصول إلى نهايتها ثم إكمال الدرس أحسنتم و بارك الله فيكم النشاط الرابع لدينا صلى العبارة في العمود رقم واحد مع ما يناسبها في العمود رقم اثنين هنا العمود رقم واحد العمود رقم اثنين العبارة الأولى نهى الحديث عن الغش المنهي عنه أو نزل عليه المطر أو كوم الطعام أو الغش في البيع والشراء من خلال ما تعلمنا يا أبطال أحسنتم نهى الحديث عن الغش في البيع والشراء صبرة طعام تعني الغش المنهي عنه أو نزل عليه المطر أو كومة طعام أحسنتم بارك الله فيكم كومة طعام أصابته السماء أي نزل عليه المطر أو الغش المنهي عنه أحسنتم بيع السرع المقلدة يعد من الغش المنهي عنه يعد من الغش المنهي عنه أحسنتم هذه العبارة كذلك هذه العبارة صحيحة النشاط الخامس لدينا ضع علامة صح في المربع تحت العبارة التي تدل على بعض مظاهر الغش إخفاء الفواكه التالفة أسفل الصندوق صح أحسنتم بيع الفواكه النظيفة هل هذا يدل على الغش؟ تأكيد بيع السلع بيع الفواكه النظيفة لا يكون من ضمن الغش بيع السلع المقلدة على أنها أصلية من مظاهر الغش إخفاء عيوب السيارة عند بيعها هذه كذلك من مظاهر الغش بيع عيوب السلع قبل بيعها للمشتري هذا بالتأكيد لا يدخل فيها بيع السلع الأصلية كذلك لا يدخل فيها إلى هنا يا أبطال نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا في هذا الدرس شكرا لكم على الإنصات والاستماع والمتابعة طيبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم